اشتركوا في القناة اخوة الأحباء أعزائي المشاهدين ونحن لم نزل في أعياد الميلاد المجيدة كل عام وأنتم بخير المسيح ولد فمجده بسم الأب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين ونحن مقبلين إلى هذه السنة الجديدة تكثر الأمنيات وتكثر الأمان من الله أكيد كل منا عنده أمنيات كثيرة خاصة شخصية وهناك أمنيات عامة لبلادنا أكيد نتمنى أولا لبلادنا لمنطقتنا إلى أنه يعطينا الرب الإله السلام والأمن والاستقرار في سوريا وفي مصر وفي البلاد كل البلاد اللي فيها تعاني من الاضطرابات ويعطي بلادنا الأردن ولبنان وغيرها الأمان والاستقرار الدائم إن شاء الله وأن نتمنى للجميع أعياد مباركة وسنة إن شاء الله ملؤها الفرح والسعادة والطمأننا بحضور الرب وبالسعادة بحضور دائما الرب في حياتك جميعا أخوة الأحباء ربنا لما بعطينا سنة جديدة يعني يعطينا فرصة جديدة في الحياة فرصة أن نعيش وأنه نعيش بأحلى حال بكرامة وبأحلى حال الله أعطانا الحياة لتكون فينا الحياة وتفيض فينا الحياة بوفرة زي ما بحكي القديس بولوس لتفيض فينا بوفرة الحياة اللي بعطينا إياها الرب كتير من اللي كانوا معنا حاضرين العام الماضي وتركونا تركونا إلى الأبدية ما تنعموا في أنهم يدخلوا في هذه السنة الجديدة وفي نعمة السنة الجديدة أنا وإنت اللي بتشاهدني أنعم الله علينا أنه ندخل في هالسنة الجديدة في وقت جديد مش الرقم الجديد إنما وقت جديد يعني فرصة جديدة أعطينا فرصة جديدة والحياة كلها فرصة نعمل بهذه الفرصة في النهاية لهدف واحد هو خلاص النفوس خلاص نفسي خلاص نفسك خلاص نفس كل واحد يشاهدنا الآن خلاص نفس وخلاص النفس هو أهم شيء ممكن يعمل الإنسان من عام إلى عام ومن سنة إلى سنة ومن دقيقة إلى دقيقة كل دقيقة يعطينا إياها الله لها معنى إلهي لها معنى إلهي ما إجتش هيك صدفة ولا أعطانا إياها الله صدفة وحياتنا ما إجينا على هالحياة وإحنا عايشين هلأ صدفة لا الله أعطانا هذه الحياة لنستثمرها في الحب وفي الإيمان وفي التضحية وفي أشياء كتيرة نتكلم عنها وإنتوا تعرفوها مظبوط في أن نعيش مع الرب وأن ننغرس مع الرب هالفرصة هادي ما بتتكرر والسنة لما بتيجي ما بترجعش لما إحنا بنحكي هلأ إحنا في سنة 2013 هالسنة رح تمر ولكن في نهايتها زي ما كنت أنت في نهاية السنة الماضية من أسابيع أو من أيام تحكي مرت للألفين واثناش وشو عملت وشو سويت وعندك أكيد أمال كتيرة بدك تسويها بالألفين وثلاثة عشر وأمال كتيرة كما بتحلم أنك تسويها في اللي بعدها ولكن حط في برنامجك في برنامج حياتك أهم أمل بدك تحطه أمامك هو حضور الرب في حياتك حضور الله في حياتك إذا بيكون ربنا خارج جد والحياتك ما بيكون إلو معنى هذا الوقت اللي بعطينا إياه الله هذه النعمة اللي بعطينا إياها نعمة نعمة الوقت والوقت كتير سريع ألف سنة في عينيك بتعرفوها مضبوط المزمور شو بيحكيه ألف سنة في عينيك كيوم أمس العابر وكهجعة من الليل سنواتنا أو سنونا تشبه العنكبوت أيام الإنسان سبعون سنة وعلى الأكثر ثمانون ورغدها أو شبابها إنما هو تعب ووجع وقد مرت بنا سريعا مرور الطير هالسنة إحنا دخلنا فيها جديدة ولكن كتير سريعة لا تفكروا إنها كتير بطيئة لا كتير سريعة كتير سريعة إحنا في بداياتها كتير مهم أن نعمل في بدايتها جد ولا حسابات لكن هذه الحسابات مش حسابات أرقام إنما حسابات روحية أنا وحياتي مع الرب أنا وحياتي الروحية وين أنا من الرب وين أنا وحياتي الروحية وين أنا هل في تقدم وشو بدي أعمل بها السنة الجديدة شو بدي أتقدم بشو أتقدم في أشياء كتيرة يمكن أنا سقطت فيها في سنوات ماضية يمكن في خطايا منسميها خطايا محبوبة لكل واحد فينا وهاي الخطايا المحبوبة لازم نرجع ونفحص ضميرنا كيف ممكن نتعداها بنعمة الرب أكيد مش مش طارتي بنعمة الرب لأنه الرب هو اللي بده يبررني ويعطيني النعمة أخوة الأحباء هالسنة أعلنتها الكنيسة الكاتوليكية سنة الإيمان زي ما حكينا من شوية هالسنة خلي نحط من برامجنا من برنامجك الرب حاضر وسط هالسنة حاضر في كل دقيقة حاضر في كل ساعة كتير مهم في الإيمان الكنيسة اللي بتعلنه القدس البابا أعلن سنة الإيمان يعني أنت معني في أنك تجدد إيمانك أنت اللي هلأ عم بتشاهدني معني أنك تجدد ثقتك ترجع تجدد من جديد ثقتك وإيمانك بالرب ثقتك وإيمانك بالكنيسة ثقتك وإيمانك بحالك وبكل شيء من حواليك الإيمان شو؟ ثقة يعني ثقة مطلقة مش ثقة نص على نص ثقة مطلقة بالرب الذي لا أراه ولكن أؤمن به أؤمن به إيمان ثابت وأكيد يعني هالمسيري هادي هالسنة هادي خليها وخلينا نأخذ كلنا مقصد أنه مظبوط بدي أنا أجدد إيماني أجدد ثقتي بأله أجدد ثقتي بأله يعني في اتصالي بأله صلاتي بدي يمكن أكثفها شوية قراءتي من كتاب المقدس يمكن لازم شوية أرجع أكثف هذا القراءة مش بس قراءة قراءة ودراسة وعيش كلمة الله في حياتنا ما في أحلى من كلمة الله اللي بيحكي لنا القديس بولوس نافع كلمة الله نافعة للتعليم وللتوبيخ وللوعظ ولكلشي كلمة الله ما في أحلى منها ولكن كتير مهم أنه نرجع لكلمة الله ونرجع نجدد حياتنا بالرب ونجدد حياتنا أنا وإنت وتكون مظبوط مسيرة إيمان جديد موضوع الإيمان واضح بالنسبة لنا شو موضوع الإيمان بماذا أؤمن أؤمن باللي يرد في قانون الإيمان واللي بتعلنه الكنيسة كل ما تعلنه الكنيسة لا آخر شي اللي بتعلنته في المجمع الفاتيكان الثاني هذا موضوع الإيمان ولكن الإيمان أكتر من موضوع أنا أؤمن فيه إنما في علاقة شخصية تربطني بشخص حي هو يسوع المسيح أنا شخصيا تربطني في علاقة تربطني في علاقة بنوة أنا ابن الرب وعياد الميلاد اللي إحنا من أيام احتفلنا فيها أو من أسابيع احتفلنا فيها رجع وذكرنا إنه هالميلاد فيه الميلاد ندعو الله أبا بابا أبي وما في أجمل من هالعلاقة اللي بتربطني بالرب أبي أبوي اللي بيهتم فيي أبوي اللي بيعتني فيي أبوي اللي بيحضني أبوي لما تكون العلاقة حلوة أكيد ما بتكونش العلاقة مشوهة أشوف أبو مش كتير مليح أحكي إذا هيك ربنا بحكي ما بديش هي بعيدا عن التشبيه لأ أكيد بنتمنى إنه نكون كلنا الأباء اللي بيسمعونا أباء مظبوط بكل معنى الكلمة أباء بيعيشوا الأبوة حقيقة يعني بيعيشوا محبة أبنائهم ويبذلوا من أجل أبنائهم ويضعحوا من أجل أبنائهم والإم كمان تعيش الأمومة الصحيحة والإبن كمان يعيش البنوة الصحيحة في النهاية نتمنى لكم إنه هالسنة تكون مظبوط سن تجدد روحي لكل واحد مننا كل واحد بيستمعنا وربنا يعطيكم النعمة والبركة من الآن وللأبد آمين ديتائه ندال من ضعفنا خبزنا اليوم يهاب من حياتنا بنور الميلادك أنت تقيتنا نجمة الصباح أنت لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر